بسم الله الرحمن الرحيم فيما يرويه ابن هزيمة في صحيحه من حديث سلمان الفارس رضي الله عنه كان في مقدمة حطابه هذا قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبار شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه إبن حزيمة رابطة في صحيحة أدى سلمان الفارسي رضي الله عنه ومن أدى فريضة في صحيحة أدى فريضة في صحيحة أدى فريضة في صحيحة ومن أدى فريضة في صحيحة إنما خاطب به الأجيال كلها وذلك من خلال أصحابه البررة الذين كانوا يسهون إلى حديثه هذا وكلامه صلى الله عليه وسلم الذي قاله في مثل هذه الأيام يتضمن بيان أن شهر رمضان المبار ينطوي على حقين اثنين في أعناق كل واحد منا في أعناق كل من آمن بالله واليوم الآخر أما الحق الأول منهما فالقيام بالعبادات المتميزة عن غيرها في هذا الشهر المعظم وفي مقدمتها صيام أيام وقيام نيالي وقد نبه البيان الإلهي إلى هذا الحق الأول بقول في محتم تبيانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونُ وأما الحق الثاني منهما فهو رعاية شعاه لهذا الشهر المبار وهو رعاية حرمته وعدم التعلق لقلسيته بأي سوء بأي ما يجرأ بأي ما يُذِيه وقد نبه البيان الإلهي إلى هذا الحق الثاني ألا وهو رعاية شعاه لهذا الشهر المعظم بِقَوْرِكُمْ شَعَرَ رَمَضًا أَلَّذِي يُمْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدَةُ لِلْنَاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَةِ وَالْفِرْقَانِ فَالْرَيْثِ نُعْتَى وِعَرْسِ الْقُّا رَمَوْتَ تُمْنِEr تقولين ليحقًا جزيرة جزيرة للعامض من وقت الجزيرة فهوه يجب أن يشب أن يكون جزيرة 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 في المائض Le Coran part de ce devoir cultuel majeur du ramadan qu'est le jeûne en ces termes. يَا أَيْكُهَا لَدِنَا أَمَنُوا قُتِبَا أَلَيْكُمُسْيَا Oh vous qui croyez, il vous est prescrit de jeûner à l'instar de ceux qui vous ont précédés afin que vous manifestiez votre piété. Ensuite, seconde voie, le musulman doit traiter le mois de ramadan avec respect et ne pas porter atteinte à sa sainteté. Il doit s'empêcher de troubler ce mois par tout ce qui en viole le caractère sacré. Le Coran fait allusion également au respect qui est dû au mois de ramadan au travers de ces mots. Le mois de ramadan est celui au cours duquel le Coran fut révélé pour servir de bonne direction aux hommes. le Coran. Le Coran. Le Coran. Garvin. Le Coran. Le Coran. Le Coran. Le Coran. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر عباداتهم عباداتهم ظاهرة تتبس بالأعبار تهابا وإيابا كما في الحج قياما وقعودا كما في الصلاة أعمالا مجنوة أمام الأبصار ومن ثم فررنا قيادة هذه العبادات قيادة هذه الطاعات بيدي صاحبها بإمكانه أن يجعلها سافية من الشوائد ويتجه بها إلى هدف واحد هو التنزال مرضات الله فقط وبإمكانه على العكس أن يجعلها مطية لأهوائه مطية لرغائبه الدنياوية مطية لمغانبه أما السوم فأمره مختلف ذلك لأن السوم عبادة سبية يا أخوة الإيمان لا يتراغى فيها شيء أمام الأنظار ومن ثم فإن الرياء لا يمكن أن يتسرب إلى سوم حقيقي يسومه الإنسان من الصباح إلى المساء لا يتأتى ذلك فالمرائي الذي يخنى سأنه صائم سرعان ما يدون إلى ذلك فيغلق الباب وراها ويأكل ويشرب كما يشاء وهذا ليس بصائم أما الذي يسر حقا ويغسط عن الطعام والشراب من قلوع الفجر إلى أوروب الشد هذا الإنسان لا يمكن له إلا أن يكون عمله في الله تباعة والتعالى لا يمكن أن يكون عمله في الله تباعة والتعالى لا يمكن أن يكون عمله في الله تباعة والتعالى لا يمكن أن يكون عمله في الله تباعة والتعالى لا يمكن أن يكون عمله في الله تباعة والتعالى لا يمكن أن يكون عمله في الله تباعة والتعالى لا يمكن أن يكون عمله في الله تباعة والتعالى في الضوية الأفضاء، فحسب في الأصدقاء والتعالى تباعة والأن قد حصلها على أكثر والموضي هذا التعالى هو الذين نمنسوا حسب ويغسط على الطعام والتعالى يدفع للتعالى ياجز للمشارع يقع للمشارع ونصد أن يقعوه هذا أي سبب يجهل الكلام يدفع يجيب في الحقاية وقال قد يشارعه هذا معنى قول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم له من السوق فهو لي وأنا أجذي به معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له أي ابن آدم هو الذي يقود عملا فبإمكانه أن يجعله صافياً من الشوائب وبإمكانه أن يجعله مطيئةً لرقابته الدنياوية إلا السوق فهو لله وهو الذي يجزي به فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه العبادة المتميزة عن غيرها في هذا الشهر مبارك على النحن الذي يجعله كما أنني أسأل الله عز وجل أن يقبلها مننا هديثاً ترتفع إلى عليا أسأل الله عز وجل كما أنني 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 أسأل الله عز وجل وأسأل الله عز وجل من أسأل الله عز وجل يتجلى واجب هذه الحماية الذي ألاكه الله عز وجل في أعناقنا وبأعناقنا في أن ينبه أنفسنا أولاً وننبه إخواذنا من حولنا وننبه الأمة تجمعاً إلى أنه ما ينبهي ما ينبهي أن تكون هنالكاً مجاهرةً بالإفطار في شهر الأممان لا في الأسواب ولا في الميادين ولا في المرافق العامة لنختلف فالمعصية يا عباد الله التي يرتكبها الإنسان بينه وبين الله سرعان ما يتوب الله عز وجل على فاعلها إن شاء ذلك أما المعصية أما المعصية التي يجاهر بها الإنسان الناش بل يجاهر بها ربه فمعصية أخطر بكثير معصية خطيرة جدا تستنزل هضب الرب وعندما أقول تستنزل هضب الرب أعني أن هذا الهضب لا يستنزل على هذا المجاهر فقط بل على الأمة التي يوجد فيها هؤلاء المجاهرون المستهترون ولذلك ينبهي أن نقول لهؤلاء المجاهرين بالإفطار في شهر رمضان النباح أن نقول لكل واحد منهم يا هذا يا هذا بوزعك أن تدخل إلى ذلك فتمارس معصية كما تشاء بينك وبين الله ولعل الله يغفرها لك إن شاء ذلك أما أن تسر على أن تجاهر بهذه المعصية أمام الناس هذا لون من أشنع أنوان الاستكبار على الله سبحانه وتعالى ومن هنا ينبهي أيها الإخوة أن نتعاون جميعا على أن نطهر مجتمعنا الإسلامي في أسواقنا في ميابيننا في مرافقنا العامة من هذه الظاهرة المثلات في المجاهد في شهر رمضان المبارك والذي تستنزي رضا بار الله يغفرها Voyons ensuite mes frères ce qu'il en est une seconde fois qui incondre aux mouvements durant le mois de Ramadan il consiste comme je l'ai dit tout à l'heure à traiter ce mois béni avec respect et ne pas porter attente à sa sainteté il consiste à s'empêcher de troubler ce mois par tout ce qui en viole le caractère sacrif c'est pourquoi j'exerce tous les musulmans à ne jamais rompre le jeûne en public durant les jours de Ramadan et à ne jamais le faire à la vue et en présence des gens à ce moment car si le péché que l'homme commet en privé peut toujours être pardonné par le Seigneur s'il le veut sachez qu'il en est tout autrement du péché que l'homme commet en public un péché commis à la vue et à la présence des gens mes frères est éminemment plus grave car il appelle le courroux et la colère de Dieu non pas seulement sur l'individu qui pêche publiquement mais également sur la communauté à laquelle appartient ce pécheur reconnu comme tel par les gens c'est la raison pour laquelle il convient de dire à ces musulmans qui ront le jeûne en public au droit qui enfreint la loi de Dieu en mangeant et en buvant à la vue de tous il t'est facile de rentrer chez toi et rompre le jeûne sans que personne ne le sache sinon ton Seigneur le bien informé peut-être Dieu te pardonnera-t-il cette faute s'il le veut pourvu qu'elle soit secrète et qu'elle le reste mais faire connaître au public ta désobéissance à Dieu et la mettre au grand jour voilà un des pires actes de rébellion contre lui que tu puisses commettre تعالوا بنا يا عباد الله ننتهز فرصة شهر رمضان المبارك نترك باب الله بذل العبودية لله وقد أبنا إليه جميعا واستلعنا معه جميعا وجددنا البيعة جدد جددنا البيعة لمولانا وخالقنا الأعز والأجل على كل المستويات وعلى كل الأصعدة نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء فكلنا عبيد وكلنا مملكون لله تبارك ومتعالى نستنزل رحمة الله نستنزل حمايته نستنزل تَوْفِقَ نَتَعَلَّ لِلِسْتِجَابَ لِلِدْدُّعَ الْشَهْرُ رَمَدَانِ كَمَا تَعْلَمُونَ شَهْرُ لِسْتِجَابَ لِلِدْدُعَ Profitons aux serviteurs de Dieu du mois béni de Ramadan qui arrive pour frapper de nouveau à la porte de Dieu en proclamant notre dépendance absolue par rapport à lui en affirmant notre volonté de renouer avec lui en renouvelant notre engagement de lui être fidèle et de lui faire allégeance nous sommes tous pauvres mes frères nous sommes tous indigents nous sommes tous incapables nous sommes tous ignorants c'est pourquoi nous avons tous besoin besoin de gagner l'indulgence la bienveillance et la faveur de Dieu je vous invite donc durant les jours qui viennent mes frères à vous soumettre à l'action des prières et des invocations par lesquelles vous appellerez à l'aide de votre créateur car ces jours qui arrivent comptent parmi les moments privilégiés où les prières et les invocations sont spécialement exaucés à l'événement à l'événement à l'événement à l'événement أما الآية الثالثة أما الآية الثالثة يا إخوة الإيمان فبشارة من الله لعباده بل هدية منه إلى عباده في قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فمني قدي أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون انظروا يا عباد الله إلى هذه الهدية التي يكرمنا الله عز وجل بها عندما نؤدي الواجب الأول ونؤدي الواجب الثالث الدعاء مستجاب الانتجار إلى الله مجاب فانتجهوا جميعا يا إخوة الإيمان انتجهوا انتجهوا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى بسدن واحتساب أنا أقولها لنفسي وأقولها لكم وأقولها للأمة الجمعة بدءا من قادتنا العام والمسلمين إلى القاعدة الشعبية فيها إلتجهوا إلى باب الله كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولسوف تجدون يا عباد الله لسوف تجدون مظاهر التعيين مظاهر الحماية مظاهر التعكيد من الله عز وجل على النصر يُقْرِلُكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَعْلَ بِهَا أقولوا قولي هذا وأستغفروا الله لي ولكم وأستغفروا إننا هو والغفور الوحيد ثلاثة ويُقْرَيَرُا المصادره و لكن بالانعام المشارك موضوع للعمق والعجزة في معك كلا تعالى وبج品ة و من يصحب الى اللغة بالذي جاهب وَاسْتَهُمَّا سَيُسْتَرَى وَانَهُمْ إِنْفَرُسَهُا وَأُجْعَدَاءَ وَوَيَنُونَ يَنَا يَنَا نَلْقَرَاجَ إِنْفَرُسَّهُمِنَ يَنْنُحُمَهُمُ المترجم الى نفسه وآخر بعواناً ألي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد كثيراً كما أمر وأشهد أن لا الله إلا الله إقراراً بارجوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد العبد المصطفى ونبيله المجتبى ورسوله المرتضى عباد الله ابتكوا الله فيما أمنه وانتهوا عما نهى عنه وسجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسى وعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عزاً من قائل عليماً إن الله وملائكة هو يصلون على الأبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سامر الصحابة والتاليين ومن منتبعهم بإمسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواد وألف بين كنوبهم يا رب العالمين اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البنبة وسائل بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتنبير عايتك وأبدل عسرها به الأمة عسرا عاجلا غير عاجلا اللهم فرج عن المسجونين يا رب العالمين اللهم أحسن إلى هؤلاء المغنوبين اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وباردنا فيما أعطيه وقنا شر ما قضيه فلما تتقضي ولا يقضى عليه وإنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه تباركت ربنا وتعاليه أستغفرك اللهم ونتوب منيه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وفرته ولا هنبا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ينهى عن الفحشان والنمكر والبر يعيبكم لعلكم تذكرون وأكم الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة